السلام عليكم. بما اننا في حاصل الترندات ففي كل فترة كده بتحصل ان يطلع ترند حاجة شكلي. يعني مثلا فيديو يطلع ترند. اغنية تطلع ترند. شخص ذات نفسه يطلع ترند. حادسة تطلع ترند. الفترة اللي فاتت ومن اسبوعين تقريبا كان ترند بتاع مصر. كلها تقريبا هو ويجزر غلابة اللي هو بيغاني الاغنية دي. اتا اتمنتو. اتش اندر. انتش واجري. انتش واجري. درابات تحت. حد هنا ده ترند يعني ايش تا واحد تطلع بيهرد بيخبط على سدره وبيقول كلام غريب كده مش مشكلة يعني ترند وخلاص وهيعدي زي اخواته معدل. فكرة ان الترند بدأ يوسع مننا لدرجة ان مسلا لما تروح الشغل تروح المدرسة تروح الجامعة تلاقي الناس بتدندن بانتش واجري انتش واجري يبدو رخبط على سدره. برضو الحد هنا طبيعي مفيش اي مشكلة يعني كل شوية يطلع اغنية او اي حاجة بتفضل معلقة معك يومين تلاتة كده وتطلع. بس الفكرة انها دخلت بقى ايه? مجال الممثلين والممثلين كمان يستخدموا بتاع الولد ده. وعملوا الترند وعجبهم الترند وممثلين كبار جدا في المجال. نسكت على كده مسكتناش على كده. ده فرقة موسيقية خدت الكلام بتاع الولد. وعملين له اغنية وعملين له هريميكس ونزلوها على بتاعتهم والموضوع بدأ يبقى ترند في ترند في ترند في ترند والدنيا ايه? بهواية مننا مش عارفين نلم الترند. لحد ما كان اول مبارح طلعت اشعة ان بودافون كلمت او قعدت مع الولد اللي هو صاحب الترند بتاع انتشواجري ده. ومضت معايا عقد اخد حقوق الاغنية بتاعة انتشواجري دي عشان تحطها كلتون مكوبر ربعمائة وعشرين الف جنيه. ايه طلعي بعد كده ان هي اشعة ومش اشعة اخبار طلعت قالت ان ان بودافون نفت اصلا ان هي كلمت مع الولد ده او قعدت معاه اصلا. الموضوع كبر من انا ومش عارفين نلمه. ففكرة اصلا انك تطلع حد زي اللي بينتش ويجري ترند. دي مش مشكلة اللي بينتش ويجري دي مشكلة المجتمع او العصر اللي احنا فيه ده ان اي حاجة تبقى غريبة هي اللي بتطلع ترند. مش حاجة مفيدة عشان في ناس اصلا ما بتنتقد هو ليه الحاجات المفيدة ما بتطلعش ترند. والحاجة السيئة للغاية هي اللي بتطلع ترند. ها دي الفكرة. الالجوريزم بتاع الفترة اللي فاتت دي هي الواتش تايم او قد ايه الناس اتفرجت على الفيديو ده وده ستكومنتات ده ستلايكات اللي هو والحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الفيديو يفايرل. فانك اصلا تبدأ تشوف انتش واجري للاخر او تعمله لايك او تعمله حتى كومنت سلبي انت كده بتشهره. ابسط حاجة مفروض نعملها ونوعي الناس بيها اي حاجة او اي انتو شايفينه غير لائق انه هو يفايرل على سوشال ميديا تجنبوا او اعمل عليه بالطريقة دي الفيديو حيقل سواء في تيك توك يوتيوب فيسبوك انستجرام الفيديو حيقل لو عملت الكلام ده لكن انك تعمل لايك تتفرج عليه الاخر تعمل له شير له لصحابك عشان تضحك على البني ادم اللي موجود في الفيديو ده الفيديو هيتشهر وهيفيرل والرجل اللي جواه ده هيتشهر. سبحان الله الحاجة اللي احنا بنانتقدها احنا بنبقى شاركة فيها. انا مش عاجبني طبعا الترندات اللي بتحسر دي ومش بس انتش واجري يا جماعة. في ترندات سخيفة سخف وتدني اخلاقي لدرجة بشعة. بس بغض النظر عن كل الكلام اللي اتقال ده انا وقفت قدام فيديو. الفيديو ده اللي صنع محتوى على التيك توك. كنت شفت له كذا فيديو هو بيقرأ حديث وبينصح الناس بالدين. وفيديوهات تانية تعليمية للناس وهو بيقول ان انا مش شيخ بس يعني ما حدش بيقول الكلام ده. المهم يعني كل الاحترام والتقدير لهذا الشخص. بس الفيديو اللي انا شفت قوله يعني انا اتصدمت. ليه انا اتصدمت? لان هو طالع بيعمل اسوات وبيعمل حاجات غريبة جدا وعمل يشتم في الفيديو ان ازاي داية شهر. طب ما انا ممكن اشتم دلوقتي ورح شاتم في النص اشتمتين. اه واطلع ترند انا كمان. اه وايه لازمة الشهادة التعليمية اللي انا خدتها وكم سنة تعليم اللي انا خدتهم. ما انا ممكن انتش وجري وابقى غني. هنا استوقفت. يعني الموضوع دخل في جنان. الناس خلاص الجنينة. بس اللي استوقفني هنا كلمة مهمة جدا. كلمة مهمة جدا واللي عايز اتكلمه ليك او ليكي او اي حد بيتفرج على الفيديو ده هو ربط الشهادة التعليمية بالفلوس اللي هتدخل لك بعد كده والراحة المادية اللي المفروض تاخدها. يعني الرابل هنا بيمتقد ازاي وكز الغلابة ده بياخد ربعمائة وعشين الف جنيه وانا متعلم وعندي شهادة كذا 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 ما بخدش اي حاجة. سواء الرابل ده مع كل احترام ليه برضو انا ما جبتش فيديو بتاعه برضو احتراما ليه. ممكن يكون بساعة غضب يا اتمنى ان هو يراجع نفسه ويبدأ يمسح الفيديوهات دي. بس حتة ان انت بتربط حاجة بحاجة تانية مالهاش اي علاقة. قل ازاي انفورما مالهاش اي علاقة. احنا بنتعلم ليه? احنا بنتعلم عشان نجيب فلوس. لكن للأسف يا صديقي العزيز الكلام ده غلط واسمع مني انا الفكرة كلها في يعني يعني الطلب يعني كل ما كانت الحاجة اللي انت بتعملها عليها طلب عالي واللي بيقدوها وليلين في السوق كل ما كان الفلوس اللي هتدخل لك وانت بتقدي الوظيفة دي سواء كانت خدمة انت بتقدمها لناس مش موجود كتير في السوق سعرها هيغلى. قلنا بس اترك وقولك ان في بعض الدول اصلا تلاقي ان الحرف اليدوية يعني واحد عنده بيعرف يعمل سباكة بيعرف آآ يشتغل في الكهرباء بيعرف يعمل حاجات دي كلها بيبقى وبياخدوا فلوس مقابل الخدمة اللي بيقدموها اكتر مسلا من الدكاترا والمهندسين دي مش حاجة جديدة على العالم يعني مش احنا اللي افتقسنا الموضوع ده كلها الفكرة كلها في المايند ست. المايند ست ده هو تفكيرك او زي ما صلاح كان بيقول ازاي ان انت واقف مكانك مش عارف تتحرك مش عارف تجيب فلوس لانك حاسس بالظلم البين من مجتمع اللي حواليك بسبب انه انت عندك شهادة تعليمية ومش قادر تكسب بها فلوس او قادر تكسب بها فلوس بس فلوس قليلة بالمقارنة بواحد اصلا معندوش شهادة وبيكسب فلوس اكتر. لو ده تفكيرك صدقني انت مستحيل تعمل فلوس خلال حياتك او حتى لو عملت فلوس هتبقى فلوس قد كده وانت قادر انك تعمل قد كده. بيعينفورما انت معنا كده انك بتقول لنا ان التعليم ميروش اي لازمة? يعني احنا كده تعلمنا اتناشر سنة بقى لحد سنوية عامة واربع سنين ولا خمس سنين في جامعة كل ده راح بلوشي. دي الفكرة ان احنا رابطين التعليم ان هو اللي هيجيب لنا فلوس. يعني انا لازم اخذش هندسة وهين ابني عشان يعمل مجموع جامد جدا في السنوية العامة عشان يطلع مهندس عشان ياخد فلوس. وفي الاخر بيقبضلوا تلاتة اربعة تلاف جنيه. او ان انا هي من بنتي وابني عشان يدخلوا طب عشان في الاخر ما ياخدش شوفوا اصلا كانوا عاملين مشكلة ان الدكاترا في مصر بتهاجر بره عشان الفلوس اللي هنا مش احسن حاجة. سهل معنى كده ان هندسة وطب اللي بيدخلوها ما بياخدوش فلوس لأ. انا اعرف ناس بتاخد فلوس بسبب هندسة كتيرة. بس الفكرة ان هما ما بصوش تحت رجلهم واستنوا القطر يعدي اللي هو ايه? وظيفة. انا بسبب الوظيفة دي حاجة. لا خالص هما بدأوا يشتغلوا على نفسهم. ايه الحاجات اللي ممكن يتدرجوا فيها? وايه اللي ممكن يكون مكمل للجامعة اللي هما اخدوها وتلعوا بيه. لكن فكرة ان انا قعد مستني بعد الجامعة او انا عملت اللي علي. ذكرت وجبت امتياز ولا جبت جيد جدا? وقاعد مستني بعد الجامعة ان يجي لي فرصة عمل. يا جماعة الكلام ده حتى لو جيه مسلا كم مهندس بيتخرج في السنة يا جماعة? فكرة انك تلاقي شغلانة واو بمرتب واو لا تتعدى الاتنين تلاتة في المية. فانا مش بحبطك انا بقولك على حاجة مهمة دلوقتي. الحاجة المهمة اللي انا عايز اقول لها لك عليها ايه بقى? ما تقفش مكانك. ما تقفش مكانك. التعليم هو مفتاح يرتب لك افكارك انك تبقى ناجح في حياتك العملية. اه. دخلنا بقى في حتة الفلسفة واحنا مش فهمين منك حاجة. واحدة واحدة. حتة التعليم التعليم بيرتب لك افكارك بيخليك عندك انها ولحاجات كتيرة جدا عشان يبقى مفتاح. يبقى انت معاك ايه? سلسلة المفاتح دي قادرة انها ترتب لك افكارك عشان انت عرف تجيب فيها فلوس. في الحياة العملية. ما تبقاش باصس تحت رجليك. تعامل بالضبط زي اللي ذاكرت كتاب خمسمية صفحة. خمسمية صفحة. ذاكر فيهم ربعمائة تسعة وتسعين. ما ذاكرتش اخر ورقة. واحد تاني ذاكر اخر ورقة بس. لما دخلوا الاتنين اللي امتحان اللي هو امتحان الفلوس. واحد نجح بسبب ان اللي امتحان كله جي في النفس في اخر ورقة. وانت فشلت بسبب انك مقرتش اخر ورقة. طلعت من لجنة بتلوه من نفس يا جماعة. تخيل انا مذاكر ربعمائة تسعة وتسعين ورقة. وهو ذاكر ورقة واحدة. هو قفل وانا ما قفلتش. تحاول خلاص. انت درس وقعنا فيه او او حكاية وقعنا فيها. نوع منها هنتعلم الدرس ده. اللي تعلمنا بالدرس ده ان احنا نذاكر خمسمية صفحة كله. انا برضو ما تقولش ان ان انفورما ايه انت مع الترندات دي كلها وان الناس دي انا مش مع الترندات دي كلها. انا مع جملة ان التعليم ازاي بمعايا شهادة وبالله واشرب ميات. ان ده غير ده. مش معنى ان انا متخرج انا يا عام حسين هو حسين سيد. اللي هو الشهير بانفورما اللي انت بتتفرج دلوقتي على الفيديو بتاعه. خريج هندسة ميكانيكا جامعة امريكية فيها قد كده. خرج من هندسة ميكانيكا واشتغلت سنتين. ولايت ان المرتب مش هو ده اللي انا عايزه. ولايت ان بتاع الشغل انا دي مش هو ده اللي انا عايزه. لقيت ان وانا قاعد في الشغل متقدر. لقيت ان انا مش قادر ادي اكتر من اللي انا مش قادر اصرح بخيالي زي ما بيقوله. مش قادر افكر برا الصندوق. ولو فكرت برا الصندوق بيقولك ما تفكرش برا الصندوق. انا حضرت لك بوكس فكر فيه. ده اللي انا لقيت فيه ان ده مش حلمي. مش ده اللي انا عايز ان انا عمله طول حياتي. مش ده اللي انا عايز اعمله سنة ورا التانية ورا التالتة خالص. ناس تانية اصحابي هو ده شغلهم وهو ده اللي بيعرف يجيبه منه فلوس وهو ده الباشن بتاعهم او الشغب بتاعهم ان هما يبقوا تبع الكوربريت دي ويبدأ يتدرج بالسلم الوظيفة ويبدأ ياخد مراكز. في ناس بتحب ده. في ناس بتحرف تجيب فلوس من ده. وفي ناس تانية محتاجة تفكر وتبدأ تعمل مشاريع وتطلع للعالم كله وتعمل فلوس. ليه انت موقف حياتك كلها ان انت محتاج تشتغل على حتة ان انا قاعد جنب اه الحطة كده ومسك الشهادة بقول ايه ده هو الشهادة مش هتعمل لي حاجة? مش هتعمل لك حاجة. الشهادة مش هتعمل لك حاجة. الشهادة مفتاح دور على بابه. الشهادة مفتاح دور على بابه. كمية الناس اللي كان بتقول لي حرام انك تسيب. هندسة ميكانيكا. عشان تروح. وشغلة على الهندسة. عشان تروح في الاخر تشتغل ايه? كوتش? تشتغل يوتيوبر? تشتغل ايه? ايه? ده هيجيب لك فلوس? ده هيجيب لك اه قيمة في المجتمع. المجتمع بقى الناس تحترمك بقى انت مهندس. الناس كلها محترمك. ليه تروح تعمل كده? ايه زولك اه? لان حتى وانا بشفت حتى وانا بشفت الكارير بتاعي من مهندس ميكانيكا الكوتش. انا كنت تعرف ان التعليم مهم والتعليم هيبقى مفتاح اساسي ان انا انجح في الناحية التانية. فروحت اخدت شهادات وثقفت نفسي في الحتة دي وقريت كتير عشان ابقى مختلف وانا داخل المجال التاني. طيب هل هندسة اصلا في المجال التاني ما نفعتنيش? نفعتني جدا. هندسة خلت عقلي متنظم. هندسة خلتني بفكر حتى يعني مثلا انا يا راجل كوتش بقيت اشرح اللي قدامي اشوف الفورس مثلا بتاعت مش عارف ايه طالعة منين واعمل لها تحليل ومش عارف ايه. خلاني مختلف في مجال تاني خالص. فانت ممكن تشوف انا ما كنت ممكن اقول ايه? هندسة. طب هندسة دي ما عملتش حاجة. خمس سنين ضعوا من عمري. لأ. الخمس سنين دولت الصرف عمري. جامد جدا جدا جدا. مش الصرف عمري. الصرف كريري بعد كده في حاجة تانية غير هندسة خالص. هي دي الفكرة. ما تنزلش تشتغل يا سيني. خد لك كورسات مفاتيح تانية هي? تفتح لك مجالات تانية. اعرف كمية الناس خدوا كورسات وحاجات على البروجرامنج بعد ما خلصوا تعليمهم وهم في الاخر التجارة. ودلوقتي بقوا مبرمجين وبيعملوا حاجات غريبة. ديفليبرز بقى. والناس كلها عايزاهم. اقول لك على حاجة انا اعرف الناس صحابي خدوا كورس تصوير. وهم بياخدوا كورس التصوير يقول لك ايه? يعني يا حدافة بتاع استوديو. شوف الساعة بتاعتهم دلوقتي بكم? الساعة? الساعة بتاعتهم لما يروحوا لما يروحوا يصوروها. شوف الساعة بتاعتهم بكم دلوقتي? طيب هو لو ما كانش متعلم اصلا من الاول كان دخل على المفاتيح دي وخده? لا. خلي دايما معك مفاتيح. هندسة. ما استخدمتهاش? لا استخدمتها. في فيلد تاني. خلتني مختلف في حتة تانية. ما تقفش مكانك. هو ده اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده. ما تقفش مكانك. ما تفضلش تتلوه مع الدنيا. ما تفضلش تتلوه مع الناس. طيب في من عند ربنا حييجي كده 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 بس اللي بيسعى صدقني. حاول تكتسب وتخلي مدلية المفاتيح بتاعتك فيها مفاتيح كتيرة. عشان تعرف بعد كده. بتكسب الدنيا دي. وخلي بالك وانت بتكسب الدنيا دي. خلي بالك بقى. انت بتكسب الدنيا دي الناس او ضد مبادئك وقيمك. قوعة تخالف مبادئك وقيمك وانت بتعملها. عايز تطلع ممكن تطلع بحالتين. يا تطلع تخلي الناس تضحك عليك هتطلع وتتشاهر. وممكن الناس تدع معاك وتاخد فلوس كتير. بس انت افتكر انك هتخلف بعد كده ولد او بنت. اقوله بصوا بابا كان بيعمل ايه? بصوا ماما كان بتعمل ايه? عشان الحاجة التانية الطريقة التانية انك تجتهد وتعمل حاجة لها معنى والناس تقدرك. لازم تفكر في الحوار ده. مش معنى انها بقولك اسعى وحاول وبر الصندوق انك تعمل حاجة غلط. ما تعملش حاجة غلط. ما تعملش حاجة ضد قيمك ومبادئك. ما تعملش حاجة ضد دينك. سواء كان دينك ايه? مفيش ملقى دين السماوية كلها حد بيتيح لك انك تعمل الحاجات الغريبة اللي بيعملوها على السوشال ميديا دي. بس وانت بتعملها اعرف انك اخترت اختيار لازم تتحمل مسؤوليته. هو ده اللي كنت عايز اتكلم النهاردة فيه. بس خلي بالكم لنفسكم خلي بالكم اللي حوليكم. السلام.